نور ورامي بقى لهم نص ساعة جوا دول أكيد في مشكلة بس نور طلب مننا ما ندخلش وراه لأن المكان خاطر ما احنا مش هنقف سكتين كده افتاح الباب الإلكتروني ده زي ما فتحتين نور من شوية وبعدين وبعدين هندخل ننقذهم يلا بينا خلوني أكد لكم أن مهما كان الوهم مسيطر على تفكيركم مش هتوصلوا لحاجة احنا بنستعد للسيطرة على الأرض حاليا بنخرج من العالم الافتراطي بأعداد قليلة وقريب هنقدر نستخدم البواب علشان نخرج بالملايين أول حاجة هنقطع الانترنت عن الأرض ونسيطر على كل الجيوش وبعدين نقطع الكهرباء ونتحكم في صدود ومصادر الطاقة التقليدية والمتجدد ده مش هيحصل وإحنا موجودين للدفاع عن الأرض ما تحاولوش تتحركوا لإني مسيطرة عليكم هم أكتر من اتنين يا ظهران خلي بالك محدش قلي أسف يا مطتين لو كنت قطعتوكم مفيش وقت نضيعو تعالوا نحبسهم في أي حتة ونبدأ خطتنا أهلا مطتين ميت هيقلي ده المفتاح اللي بيفصل الكهرباء عن الكمبيوتر انت زكية يا ظهران حل فصل الكهرباء عبقري مش قلتلكم ما تدخلوش ورانا ومين اللي كان هينقذكم جاري استعادة الطيار الكهربائي بعد دقيقة تسعة وخمسين ثانية تمانية وخمسين سبعة وخمسين تعالوا نهرب قبل ما المطتين ترجع لهم ضاقتهم مفيش وقت نضيعو هو اللي أنا شفته ده حقيقي رجال المطات خرجوا من اللعبة وبيتصرفوا زييرة وبيتكلموا عادي أيوة يا ظهران للأسف في حاجة غلط حصلت خلتهم يبقى عندهم إرادة خاصة بيهم علشان كده عايزين يحكموا الأرض كل اللي شفتهم خمس رجال مطات هيحكموا الأرض إزاي هيخرجوا بأعداد أكبر يا فرحة يبقى لازم ننعهم لسه مش عارفين إيه الطريقة اللي بيستخدموها عشان يتجسدوا حتى الكمبيوتر اللي شفناه مش هو الوحيد فيه كمبيوترات تانية كتير منتشرة في كل دول العالم الحل اللي فقدينا أننا نقطع عنهم الكهرباء حل ممتاز بس نعمل إيه وإحنا مش عارفين هيخرجوا لعالمنا منين بصوا شكرا يا جماعة علشان نبهتونا لنقطة ضعفنا بعد ما فصلتم عننا الكهرباء قررنا ما نعتمدش على مصدر خارجي للطيار وبقينا نشتغل بالبطاريان بطارية طاولة الأمل تقدر تشغلنا سنين كتيرة قبل ما تحتاجت الشحن تاني مش حسمح لكم تقربوا من حد ولا تلمسوا شعرة منه مين قال إننا جايين نتخاني معاكم لا إحنا جايين نقول لكم إننا خلال ثلاث أيام بس هنحكم العالم ياريت تنشروا الخبر اختفوا مالهمش أثر هنعمل إيه في الموقف الصعب ده مش ما قلت كون دي النهاية إيه ده مش أنت صابري اللي بتشتغل مع رجال مطط ما كنتش أعرف إنهم أشرار كده ولما تأكدت من نواياهم جيت عشان أقول لكم كم معلومة مهمة إحنا محتاجين نمنعهم يخرجوا للعالم محتاجين نمسح لعبة رجال المطاط من أساسها عندي طريقة ممكن تنفع مستعدين تسمعوني؟ المطاطين بيخرجوا للعالم عن طريب بوابة بتديهم الشكل المجسم اللي إحنا شفناه فعلا سمعتهم بتكلموا عن البوابة دي أنا فاكر البوابة بتكون موجودة عند جهاز كمبيوتر رئيسي في كم كمبيوتر من النوع ده؟ حوالي ألفين جهاز متوزعين في كل حتة في العالم عشان لما يبدأوا الغزو يقدروا ينتشروا بسرعة نقدر نسيطر على الأجهزة دي في وقت قد إيه؟ للأسف مش هنقدر محتاجين وسيلة نوقفهم عند حدهم عندي فكرة بس خاطر شوية إيه هي؟ البوابة دي زي ما بيقدر المططين يخرجوا منها ويبقوا مديين يقدر البشر يدخلوا منها للعالم الافتراضي لحظة واحدة أنت قصدق تقولني لو دخلت من البوابة هتحول لشخصية في اللعبة؟ أيوة وتقدر تخرج تاني بس بعد ما تكمل مهمتك أنا تقريبا فهمت المطلوب إيه هو؟ هندخل جوه اللعبة ونهزم رجال المطط في اللعبة بتاعتهم قصدق تفوز عليهم في السبق اللي مليان حواجز؟ بالزبط الأفاتار اللي هيدخل اللعبة لازم يكون متواصل مع لعب من برى اللعبة علشان يوجهوا للعوائق دي مهمتي أنا اللي هدخل لعالم الافتراضي وياريد زهرة توجيني لأنها أحسن حد فينا بيلعب عالم المطط أنا اللي هدخل أنتو اللي اتنين هتدخلوا كده احتمل الفوز أكبر يعني عاوزين اتنين اللعبين يتحكموا في حركة نور ورومي؟ عندي الحل ثواني أكلم يارا هنتحرك بهدوء وبسرعة لحد ما نوصل للكمبيوتر الرئيسي هتدخلوا للعالم الافتراضي معها إشارتي احنا مستعدين خلوا بالكم قدامكم حواجز آخر حاجز يا نور البحيرة يا راب عامل حسابها كويس عاش يا شباب عاش المططين بيختفوا اختفوا كمان من عندنا نجحنا أخيرا هاي خطتنا نجحت يا كل أطفال العالم يلا نبقى متصاح بي بيهوشوش ليها معالك وأسامي وعناوي أعرف عنوانك وتعرف أنا أبقى مين صحبي لازم أكون شايفه صحبي لازم أكون عرفه صحبي لازم أكون من سنه يعني فكري ناسب فكره لنعيش افتراضي ونسيب عالمنا ننشغل بالقاضي واتزيع كل أملنا ممكن نتحك ممكن نلعب بخيالنا نعدي الحدوث لكن من غير ما نتعب وننسى إنه مش موجود ممكن نتحك ممكن نلعب بخيالنا نعدي الحدوث لكن من غير ما نتعب وننسى إنه مش موجود دي كل أطفال العالم